بسم الله الرحمن الرحيم كنا ممكن نخلص في آخر ثانية صلاح وناصر مار كان يخلصوا الماتش خلاص ولكن الحمد لله واحد واحد تعادل مع غينيا بيساو مصر تتصدر المجموعة بعشر نقاط غينيا بيساو ست نقاط بوركين عندها أربعة يلعبوا بعد شوية ولكن زي ما بقول الله حاكوا احنا يعني بنتصدر هذين مجموعة مباراة شط الأولاني ما كناش موجودين لأسف شط التاني سيطرنا منذ الدقيقة الأولى ضيعنا أداف كتير جدا الماتش ده كان يخلص بالنسبة لنا ثلاث أهداف على الأقل لمنتخبنا بصراحة ولكن كل التحية لنجمنا كل التحية لكابتن حسام حسن مدير الفني لمنتخبنا تحية لرجالتنا ولادنا لعبوا النهاردة يعني الاستاذ الملعب وحش درجة حرارة مرتفعة مفيش أعذار ولكن زي ما بقول كده الأهم النهاردة النتيجة النتيجة إيجابية وحققنا كان ممكن ناخد ثلاث نقاط على فكرة غينيا بيساوف منتخب مش قوي ومنتخب هو كورة واحدة بخطأ من عندنا من الدفاع بتاعنا سجلوا هدف بتاعهم ولكن رجعنا المطش بعد كده كان ممكن الشرط الأولى ننخلص كان ممكن الشرط تاني نخلص لآخر ثانية كان ممكن نخلص المباراة في آخر هجمة ناصر ماهر دخل وخد يعني انطلق من متصف الملعب كان ممكن يخلص وجات لصلاح صلاح شطها رجعت الكورة من حارس المرمى ولكن زين بقول كده شكراً لجهاز الفني شكراً لعبتنا المهم ان هذه المباراة ايضاً بتودينا لي نحتل المركز الأول ونتصدر مجموعتنا المجموعة الأولى بعشر نقاط شكراً للرجالة شكراً الشنوي الشط تاني مش شفناهوش يعني الشنوي مش شفناش الشنوي ده مرتين ثلاثة في الشط التاني ولكن كل الرجال لعبوا الحمد لله شكراً ألف سلامة لمصطفى محمد اتعور مصطفى محمد اتعور وإصابنا تمنى لي السلامة وطبعاً هم كانوا عندهم لعبة لعبي غني بيساو داخلين بيلعبوا خشن شوية على كل لعبتنا وكان فيه قلق طبعاً انهم يعني حتى صلاح لعبه ما أكتر مكورة خشونة شديدة مع إمام عشور إمام كان عنده فرصة كمان ممكن يسجل النهاردة كان عنده كورة دهال محمد صلاح كان سهل أو يسجل يا إمام عشور ولكن يعني الحمد لله زيزي النهاردة هو يعتبر أفضل لعبي المنتخب أحمد سيد زيزي النهاردة أجاد مزدقيق للأولى حتى الأخيرة وهو يجيد في كل كل الأماكن أحمد سيد زيزي النهاردة نجم المنتخب بأداء رفيع وأداء عالي كل رجالتنا ونجمنا بنقول لهم شكراً لكم على النهاردة أيضاً أداء استمروا على هذه الروح وزي يقول كده عندنا يعني نتصدر مجموعة وإحنا بنجمع النقاط إن شاء الله لحين المباراة العام القادم مطشلين هيكون في مارس اللي جاي إن شاء الله ثم سيوبيا ثم بعد ذلك هيكون عندنا بعده المطشاط اللي جاي كلها العام القادم إن شاء الله ونصعد بإذن الله تعالى إن شاء الله إلى كأس العالم عشرين ستة وعشرين الحكم النهاردة مش عارف يعني تقييم الحكم وأداء الحكم وتقديرات الحكم السوداني مش عارف هل لنا ضرب الجزاء ولا لأ هل لنا يعني ألعاب خطيرة كان ممكن تستحق طرد ولا لأ لعبي غينيا بيساو هل تساهل الحكم السوداني محمود اسماعيل مع المنتخب غينيا بيساو ولا لأ كل دي تساؤلات ما عنديش إجابة لها ولكن الحكم النهاردة ما كانش في أفضل حالته يعني ما كانش في حالته الكويسة جاء شوية عشان كده نجوم منتخب بدأت راجع لأنه حسوا إنه المنتخب مش بيحميه آسف الحكم السوداني موفرش حماية كبيرة لنجوم منتخبنا وترك لعبي منتخب غينيا بيساو بيلعبوا ألعاب خطيرة وألعاب خشن يعني كان على الأقل على الأقل كان هناك لعب على الأقل منتخب غينيا بيساو يطرد في أكتر من لعبة كان لازم يبقى فيه كارتة أحمر بقول لحضراتكم على الأقل يعني ممكن كان يبقى اتنين ولكن الحكم السوداني لأسف النهاردة لم يكن على المستوى الذي يليق بهذه المباراة لم يكن على المستوى الأداء لم يكن على مستوى إنه يؤدي الأداء اللي كنا تمناه منه كان متراجعا للغاية لم يكن يعني ده تقدراتي قد يرى البعض إنه كان هايل ولكن أنا رؤيتي ليه ما كانش على المستوى على الأقل إنه هو لم يوفر حماية كاملة ليه منتخبنا على مدار الشوطي المباراة نشكر كل نجمنا زي من قول كده كل الدعم منتخب منتخب يحتاج دعمنا دايما كلنا مع المنتخب وراء المنتخب الأداء النهاردة بغض النظر في الآخر إحنا عايزين بنصل إلى كأس العالم لعبنا الشوط الثاني الحمد لله يعني ده أداءنا الشوط الثاني ولكن كان هناك زي ما بقول زي ما بقول كده يعني أداء الحكم ما كانش على المستوى الشخص عجبني قد يكون لكابتن جهاد جريشا اللي موجود معنا ليه رأي آخر في الكابتن محمود إسماعيل كابتن جهاد أولا مساء الخير أداء الحكم السوداني محمود إسماعيل شفته إزاي بوصف الأحمد هو محمود من حكام النظر في الحال الأفريقي ومرشح لكاس العالم عشرين ستة وعشرين وعمل بطولة كاس أمم اللي فاتت على أعلى مستوى يمكن النهاردة مستوى أقل كثير من اللي شوفنا في كاس الأمم النهاردة كان في حاجات ترجمة نانسي قنقر